ذكرنا في الحلقة الماضية قصة ابن صياد و نوهنا في نهاية الحلقة أنه ليس هو الدجال الأكبر كما قال بعض أهل العلم بل هو دجال من الدجاجلة وبعضهم يقولوا لا ربما يكون شيطانه والله أعلم فالعلم عند الله جل وعلا وحده لكن حصلت قصة أيضا في أهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه القصة تبعد أن يكون ابن صياد هو الدجال الأكبر والقصة رواها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صحابي من أصحابه وهنا الغريب عادة الصحابي يروي عن الرسول عن أبي هريرة قال رسول الله عن ابن عمر قال رسول الله عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله لكن الآن قال رسول الله قال تميمون الداري صحابي لأول مرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يروي الحديث عن صحابي من أصحابه فما قصة تميم من الداري؟ تميم كان رجلا نصرانيا ما كان مسلما خرج في وسط البحر هو وثلاثين رجلا من لخم وجذام من العرب خرجوا في وسط البحر في سفينة من السفن والقصة والرواية الآن تنقلها عن الرسول فاطمة بن تقيس فاطمة بن تقيس تقول كنا في بيوتنا فسمعنا المنادي رسول الله يقول الصلاة جامعة الصلاة جامعة يقول تقول فذهبنا إلى المسجد فصففت مع النساء في صفوف النساء والرجال في المقدمة طبعا تقول وبعد أن صلينا قال النبي يلزم أماكنكم كل واحد مكانه فإني قد سمعت حديثا حدثنيه تميم الداري يوافق ما كنت حدثتكم به من قبل كنت قال لكم هذا الكلام من قبل الآن جاءني تميم يؤكد ما ذكرته من قبل فماذا قال تميم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا نصراني صار صحابي أسلم بعد الحادثة هذه يقول كنا في وسط البحر مع ثلاثين من الرجال من لخم وجذام وناس ما هم مسلمين يقول فلعبت بنا الموج شهرا شهر في وسط البحر ما يستطيعون الخروج منها رياح أمواج عواصف يقول حتى نزلنا عند جزيرة من الجزر ما يدرون من هذه الجزيرة أصلا ولحكمة أرادها الله أنهم ما يدرون وين هذه الجزيرة لعبت بهم الموج حتى وصلوا للجزيرة ما يدرون أنهي يقول فنزلنا في أقرب السفينة يعني القوارب الصغيرة نزلنا فيها حتى غربت الشمس ودخلنا بعد غروب الشمس دخلوا إلى هذه الجزيرة بدأ الليل الجزيرة غريبة المكان ممعروف يقولون فوجدنا ثلاثين رجال يقول فوجدنا فيها دابة أهلب دابة الأهلب يعني ذات شعر كثير كلها شعر ما سموا الدابة معارفين شني هذي حيوان غريب يقول لا يعرف رأسها من مؤخرتها من كثر الشعر اللي فيها يقول ما عرفنا وين رأسها وين مؤخرتها كلها شعر يقول فلما اقتربنا منها تكلمت يقول خفنا الدابة تتكلم ككلامهم شيطان هذا فقلنا لها من أنت قالت أنا الجساسة الجساسة ربما التي تجس الأخبار تأتي بالأخبار لمن هو داخل الجزيرة ومن داخل هذه الجزيرة قالت أنا الجساسة قالوا من أنت وما خبرك قالت اذهبوا إلى ذلك الدير مكان عبادة مثل صومعة اذهبوا إلى ذلك الدير فإن فيها رجلا هو إلى خبركم بالأشواق يبي أي واحد يجيب للأخبار يقول تميم داري يقول فسمت لنا رجلا قالت اسم واحد منه يعني أشكرة قامت تتكلم باسماهم قالت اسم واحد يا فلان اذهبوا أنت أمم معك إلى هذه الصومعة الدير مكان العبادة فإن فيه رجلا هو إلى خبركم بالأشواق روحوا روحوا الأمر مو عندي عنده هناك ثلاثين رجل مشوية مشوا حتى وصلوا إلى ذلك الدير يقول فلما دخلنا وجدنا رجلا لم نرى مثله في عظم الخلقح رجل عظيم جسمه عظيم الخلقح يقول يداه مغلولتان إلى علقه ومن كعبيه إلى ركبتيه ملفوف بالحديد تخيلوا رجل مقيد بالحديد والأصفاد مقيد داخل هذا الدير الله أعلم من الذي يطعمه ربما الدابة كيف يعيش الله أعلم ليش محبوس الله أعلم من الذي حبسه الله أعلم يقول فلما دخلنا عليه قلنا من أنت قال قد عرفتم خبري فأجيبوني أنت الآن خلاص قدرتوا علي أنا رب علي الآن أنا رح أسألكم وأجيبوني من أين أنتم قالوا نحن من العرب من بلدي كذا وكذا قال إني سائلكم فأجيبوني أخبروني عن نخل بيسان قالوا نخل بيسان وعن أي شأنها تستخبر قال هل انقطع ثمرها لا ينحن فيها ثمر أو انقطع الثمر قالوا لا زال فيها ثمر قال أما يوشك أن ينقطع ثمرها ثم سأل أخبروني عن بحيرة طبرية قالوا عن أي شأنها تستخبر قال هل فيها ماء قالوا نعم فيها ماء قال أما يوشك أن يجف ماءها قال أخبروني عن عيني زغر في الشام هذه قالوا عن أي شأنها تستخبر قال هل فيها ماء ويسقي الناس منها قالوا نعم فيها ماء ويسقي الناس منها يوشك أن يجف ماءها أسألت غريبة أليس كذلك ثم قال لهم أخبروني عن نبي الأميين هل ظهر علامات الثلاثة الأولى ما ظهرت الرابعة أخبروني عن نبي الأميين هل ظهر قالوا نعم ظهر وخرج من مكة ونزل يثرب يعني المدينة قال أقاتله العرب قالوا نعم قاتلوه ماذا صنع قال ظهر عليهم قال تميم ظهر هذا النبي على العرب فقال هذا الرجل الآن اللي محبوس بالسلاسل والقيود قال أما إنه خير لهم أن يتبعوه شوف هذا الرجل شي يقول خير للعرب أن يتبع هذا الرجل سبحان الله الآن هؤلاء الناس فزعوا اشتره ومن أخبره شنو هذه المعلومات الغريبة العجيبة فقالوا له ومن أنت من أنت قال أنا الدجال أنا الدجال رآه من تميم أصحابه قال أنا الدجال مربوط في قيود في دير معبد في جزيرة من الجزر في بحر من البحار الله أعلم أين هو قال أنا الدجال يوشك أن أخرج فيكم أي اقترب زمن خروجي قال فلا أدعو موطئا في الأرض إلا أطأها في أربعين يوما أربعين يوم راح أخرج ولا أرض في الدنيا إلا وأطأها أدخلها إلا مكة والمدينة يقول تميم خرجنا ركبنا السفينة بسرعة رجعنا تميم ذهب مباشرة إلى المدينة إلى رسول الله ومباشرة دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلن إسلامه يعلن إيمانه بهذا النبي ودخل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقص عليه القصة فلما سمع النبي بالقصة واستبشر بإيمان تميم قام للصحابة يقص عليهم ما ذكر تميما ثم كان بيد النبي عصى فضرب بالعصى المنبر ضرب بالعصى المنبر وقال لأصحابه هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة أي التي أخبرتكم عنها أنه لن يدخلها الدجال هذه مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصة فاطمة بنت قيس تبين لنا أن ابن صياد الذي ذكرنا قصته ليس هو الدجال لأن فاطمة وحديث تميم الداري يدل على أن الدجال مربوط في جزيرة وكان هذا ابن صياد طفل غلام عند اليهود إذن هذا يختلف عن هذا وربما كما ذكر البعد هذا شيطان وذاك إنسي والسؤال هل بقي الدجال المحبوس في الجزيرة إلى اليوم 1400 سنة ربما ظهر ذلك كان شيطانه ثم اختفى ربما كان قرينه تمثلا للناس ليتبين الناس أمره ربما وربما وربما هو الدجال ويستثنى من الحديث أنه لا يبقى على رأس مئة أحد على وجه الأرض ممن خلق الله الله أعلم بهذا الأمر كله لكن تميما رآه والنبي صدقه وأخبر بذلك الناس ليعلمهم بقرب خروج هذا المخلوق الذي اسمه الدجال ماذا سنفعل وكيف ننجو وما هو الحصن الذي نتحصن به من ذلك الدجال هذه كلها معلومات سوف نعرفها بإذن الله عز وجل لكن خلكم وإيانا بإذن الله عز وجل نرجع إليكم بعد الفاصل أهلا بكم من جديد الدجال الذي عرفنا يعني بعضا من قصصه حديث ثميم الداري وشك الصحابة في ابن صياد وغيره هذه أعظم فتنة على مرض التاريخ ليست الفتنة بسهلة ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيد بالله من الدجال آخر كل صلاة لأن الدعاء مستجاب فيقول الإنسان اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحي والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال تستعيذ بالله من الدجال في كل صلاة لأن فتنته عظيمة لأن أمره جلل وخطبه كبير وعظيم ولهذا أمرنا أن نستعيد بالله عز وجل منه يخرج خلة بين الشام والعراق طريق بين الشام وبين العراق في ذلك المكان حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد حديث تميم من الدار قال ألا إنه في جهة الشام ثم قال بل في جهة اليمن ثم قال ألا إنه في جهة المشرق ألا إنه من المشرق ألا إنه في المشرق يعني أكد على أنه لا في البداية قال في الشام ثم قال في اليمن يعني شمال ثم جنوب ثم قال لا هو يخرج من جهة المشرق يعيش فترة من الزمن في أصفهن ويخرج معه الناس من اليهود هناك اليوم في قرية هناك ملئت باليهود وكأن الأمر اقترب حدوثه ويخرج الدجال فيجوب الأرض كلها يسير كالغيث مثل السحاب استدبرته الريح شفت سرعة السحاب في الأرض هكذا يسير الدجال يجوب الأرض كلها يفتن الناس بل يأتي للإنسان يقولوا أو للقرية يقولوا لهم آمنتم بي يدعي أنه هو الرب فإن آمنوا به أمر السماء فأمطرت والأرض فأنبتت فينتشر خبره بين الناس هو ينزل المطر وينبت الزرق إذن هو الله ضعاف الإيمان يصدقون ويأتي للقوم يكفرون به فيعذبهم ويحرقهم ويأمر السماء فتمسك والأرض فتجدب فيبدأ الناس يفتنون بهذا الرجل يدعي أنه هو الله علامته ممسوح العين عين ممسوحة والثانية طافئة بارزة أي مشوهة كلتا عينيه ولهذا سمي المسيح ليش سمي المسيح لأنه ممسوح العين الدجال يوم يأتي بعض آيات ربك أي في ذلك الزمان يأتي تأتي آيات الله وأشراط الساعة فهل ينظرون فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها الدجال يخرج خلة بين العراق والشام فيجوب الأرض كلها يأتي إلى الإنسان أو إلى الناس مجموعة من الناس فيأمرهم أن يؤمنوا به فإذا آمنوا فتح لهم بابا من الجنة وأمرهم أن يدخلوا وإذا كفروا به فتح لهم بابا إلى النار فأمرهم أن يدخلوا هذا هو الظاهر لكن الحقيقة جنته نار وناره جنة طيب لو أنا سمعت أن الدجال طلع إيش أسوي أول شيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه لا يواجه كان في بلد أطلع أروح بلد ثاني وأكثر أتباعه ضعاف الإيمان يهود ناس ضعفاء إيمان وكثير من النساء يتبعه لأنه ما عنده علم كثير من النساء اشتغلت في أشياء أخرى ولم تتعلم العلم لم تقرأ القرآن والسنة ما حضرت المساجد وتعلمت من الخطب ولهذا كثير من النساء تفتن بالدجال حتى أن الرجل يربط زوجته وأهله في البيت حتى لا تخرج إليه من فتنتها به أول حل خذ عيالك وأهلك وأهرب وين أذهب؟ إن استطعت إلى مكة والمدينة ففعل لأن الدجال لن يدخل إليها وفي آخر الزمان ترجف المدينة المدينة يحصل فيها زلزال والمدينة حصل فيها أكثر من مرة زلزال وزلزالها الأعظم في آخر الزمان يوم يسمى يوم الخلاص قالوا وما يوم الخلاص يا رسول الله قال ترجف المدينة ثلاث رجفات تحتز فيخرج منها كل منافق وكل فاسق كل إنسان ما في إيمان ما في دين يخرج من المدينة فلا يبقى فيها ألا الخلاص وسمي يوم الخلاص الدجال لا يستطيع أن يدخل المدينة يبحث عن طريق كلما أتى إلى شعب وإلى واد يريد أن يدخل فيه إلى المدينة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن أي استعذ بالله وابدأ بقراءة سورة الكهف أنت وعيالك حفظهم أول بدايات سورة الكهف عشر آيات أكثر من عشر آيات ليحفظوا هذه السورة التي تثبت الإنسان آخر الزمان اجلس أنت مع عيالك في ذلك الزمان إذا أدركته وقرأوا سورة الكهف اجعل صدرك حافظا لهذه السورة وقت الفتنة للإنسان ينسى تعود نفسك حفظها طيب أنسيتها ما قدرت أقولها تواجهت مع الدجال ماذا أفعل أكفر به قل آممت بالله وحده وأكفرت بك طيب يعذبني يدخلني النار قد ما أتحمل قال لي أدخل إلى جهنم شفت النار أمامك شفت الجحيم الأرض تفور وقال لك أدخل إلى هذه النار إذا لم تؤمن به شا تسوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليغمض أحدكم عينيه وليغمس رأسه نزل رأسك وادخل إلى هذه النار وليشرب ماء عذبا زلالا من راح يفعل هذا إلا ليصدق بهذا الحديث أما الذي لا يؤمن بهذا قد يكفر بالله ويخاف من الدجال فيؤمن به وربما يفتن عن دينه فتنة وأي فتنة قصة الدجال قصة عظيمة مخيفة من الآن يجب أن تستعيذ بالله منه يصل الدجال إلى المدينة يريد أن يدخلها لا يستطيع لا يستطيع أن يدخل إلى المدينة الملاكة تستقبله فيرى من بعيد قصرا قصر يرى من خارج المدينة من بعيد يشوف قصر أي لون هذا القصر لونه أبيض كما جاء في الحديث ينظر إلى هذا القصر فيقول لمن حوله هذا القصر الأبيض هذا القصر الأبيض هذا مسجد أحمد أي أنه يقول أن هذا هو المسجد النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجد أحمد يسميه ما صار اسمعوا لهذه الكلمات ما صار على مر التاريخ منذ بناء هذا المسجد إلى اليوم ما صار على هيئة القصر وبلون أبيض إلا في زماننا هذا كيف صار مثل القصر وكيف صار بهذا اللون اللي مشايف هذا الأمر يدخل إلى الإنترنت صورة المسجد النبوي من الأقبار الصناعية يشوف المدينة كلها ويبين هذا المسجد باللون الأبيض لون أبيض وهيئته كالقصر اليوم صدق هذا الحديث الله أعلم أنا ما أجزم أن الدجال سيرى المسجد النبوي بهذه الهيئة الله أعلم لكن اليوم من يرى المسجد ويسمى حديث الدجال يصيبه نوع من الرهبة فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها يخرج له من المدينة رجل من أهل العلم شاب من أهل العلم من أهل الدين من أهل الإيمان والناس الآن مع أتباع من اليهود عليهم الطيالس عليهم نوع من أنواع اللباس موجود اليوم في لباس اليهود الطيالس التي ذكرها التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تخرج في آخر الزمان سبعون ألف يخرجوا مع الدجال عليهم من اليهود عليهم الطيالسة هذا نوع من اللباس اليوم اليهود يلبسونه كبارهم قاداتهم وخاصة الذين وجدوا في أصفهان وغيره يلبسون نفس اللباس وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى النصف والنصف الآخر والناس ينظرون والجهلة يزداد إيمانهم بالدجال ويمشي الدجال بين هذا الشاب الذي قسم نصفين ثم بعد أن يمشي بينه طبعا بإذن الله كل هذا يأمر الدجال هذا الشاب فيرجع مرة أخرى فيكلمه الدجال مرة أخرى طبعا هذا كل يوهم للناس بهذا لكن الذي يحي ويميته والله جل وعلا وحده فيقول الدجال لهذا الشاب بعد أن قام مرة أخرى يقول له أتؤمن بي الآن الآن آمنت ولا شلون فيقول الشاب والله ما ازددت بعدك إلا يقينا أنت الدجال الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيأتي الدجال يريد قتله فلا يسلط عليه مرة أخرى قصة بن صياد لهذا كانت مخيفة عند الصحابة مقلقة عند الصحابة الصحابة لا يخافون إلا من الله عز وجل لكن يخافون أن تقوم الساعة عليهم فإذا ظهرت الآية يستعدون وكذلك تميمون الداري لما رأى قصة أو شكل الدجال كأعظم خلقة رآها مقيد بالسلاسل ويقول له يوشكوا أن أخرج فيكم يعني اقترب وقت خروجي بل الدجال نفسه يقول خير لهم أن يتبعوا محمد ما قالها إلا أنه عند علم ويقين أنا راح أفتنهم أنا الله كتب عليهم أن أفتن الناس لكن خير للعرب أن يتبعوا محمدا وهذه الأحاديث التي رأيناها والتي سمعناها من وصف الدجال أعور قصير عظيم الخلقة أفحج أي متباعد ما بين الساقين كأنه يعني منظر مخيف مفزع يجوب الأرض بسرعة يمشي بينهم يأمرهم بعبادته يقوم بين الناس من جهة المشرق فيدعوهم إلى عباء يأبر السماء فتمطر والأرض فتنبت هذه الصفات وكلها علموا أبناءكم إياها أهليكم نساءكم تعلموا وقرأوا لأن الإنسان في آخر الزمان إذا كثرت الفتن فإنه لن يستطيع أن يتدارك نفسه أو يعلم أهله في ذلك الزمان وربما لن يكون معهم فعلمهم وحذرهم وما من نبي إلا حذر قومه الدجال وفي كل صلاة نستعيد بالله من الدجال نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من الدجال وفتنته وأسأل الله أن يثبتنا على دينه وأن لا يميتنا إلا على الإسلام إلا على الحنفية السمحة وأن يبعثنا يوم القيامة وهو راض عنا نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة سودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة